الفنان الاردني عبدالله ابو هنية هو مؤلف ومخرج لمع من خلال مجموعة من الاعمال التلفزيونية الاردنية كان اهمها مسلسل ابو عواد والذي ضم مجموعة من نجوم الفن العربي والاردني كان من ابرزهم فادي خطاب ونبيل المشيني وعبير عيسى بعدها قام ببطولة مسلسل اتحداك يا دمعي بجانب مجموعة من الفنانين الاردنيين كان ابرزهم النجمة الاردنية عبير عيسى وفؤاد الشوملي ومن اخراج محمد عايش وكذلك قام ببطولة مسلسل الكنعاني الى جانب مجموعة من الفنانين الاردنيين والفلسطينيين وغيرهم كما شارك في مسلسل تل الريشوني ومسلسل و الى لقاء اخر ومسلسل الفكاهة في التراث العربي عام 1987 ومسلسل بذور الحب وبرنامج مختصر مفيد في عام 1992 ومسلسل دائرة الانتقام في عام 1995 وفي الختام لكم مني اطيب الامنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته